اشتركوا في القناة حرص يكفله دستور البحرين ويحظى بالاهتمام من قبل مختلف السلطات مشيرا إلى أن رعاية البحرين لأهل العلم والعلماء نهج معروف منذ عقود وأن الاستمرار في حفظ هذا الارث هو تأكيد على ما بذله الأولون من جهود شرعية في سبيل خدمة الأمة وأشاد الصالح بجهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والنجنة العليا للتقويم البحريني ومختلف الجهات المعنية التي شاركت في إنجاز التقويم